الحاجة الثانية الفريق يوم اللاربه هيتدرب صباحا بإذن الله وهيسافر يعني في عصر يوم اللاربه عشان يصل تنزانيا في المساء رحلة القاهرة إلى دار السلام بتبقى حوالي مدتها رحلة طيران خمس ساعات خمس ساعات ونصف فالفريق هيصل مساء يوم اللاربه إلى تنزانيا على متن طائرة خاصة وهيكون رئيس البعثة الأستاذ طارق أنديل والجهاز الإداري اللي الآلي خلال الفترة حالية بيشتغل على كذا شق أولا انتهى من الحصول على تأشيرات تنزانيا عشان الفريق هيسافر إلى تنزانيا اللاربه اللي جاي ولكن بعد مباراة سيمبا إن شاء الله بإذن الله ربنا يكتب لنا الخير ونكسب ونتأهل إلى السيمي فاينال هتواجه يا إما ماموليدي سانداونز أو بيترو أتليت كودي لواندا بطل أنجولا فما بين مباراة الإياب في 24 أكتوبر في القاهرة ولقاء الزهاب سواء في لواندا في أنجولا أو في بريتوريا في جنوب إفريقيا حوالي 4-5 أيام وقت دايع جدا الجهاز الإداري نجح أنه هو يحسم ملف التأشيرات الخاصة بالسفر إما إلى أنجولا أو جنوب إفريقيا الناس تقولي إزاي؟ لا أنت بتشتغل على أي أن كان من المتآهل تاخد تأشيرات أنجولا وتاخد تأشيرات جنوب إفريقيا الفرقة اللي هتكسب هتسافر عليها ياما تطلع إلى أنجولا ياما تطلع إلى جنوب إفريقيا لكن ما ينفعش مثلا أي حد بيشتغل في المهنة دي أو في الشغل الإداري ده عشان يبقى بروفشنا لازم يشتغل على كل الأمور أي توقع أكيد ممكن يحصل فلازم تخلص تأشيرات أنجولا وتأشيرات جنوب إفريقيا لو اشتغلت على تأشيرات جنوب إفريقيا مثلا وبيتر أتليتكو وصل أي بلوقتي دايئة جدا لقدر الله ممكن ما تلحاش تسافر فالجهاز الإداري في الآلي اشتغل بشكل رائع جدا على فكرة حسم ملف التأشيرات بالنسبة للدولتين سواء جنوب إفريقيا أو أنجولا وده شغل رائع جدا بالنسبة للجهاز الإداري من خلال الكابتن خالد بيبو مدير القرى اللي على فكرة هيسبق بعثة الأهلي بـ 24 ساعة يمكن في رحل طهيران يوم الثلاثة اللي جاي حوالي الساعة 11 بالليل دي اللي هيكون عليها الكابتن خالد بيبو والكابتن سامير عدلي هيوصلوا إن شاء الله تنزانيا فجر اللربة هيبقى قدهم حوالي 10-12 ساعة يقدروا يحضروا كل الأمور المتعلقة بحجز فند والإقامة الأوض، الأوتيل، التحرقات، ملعب التدريب كل ده بالتأكيد معه كمان غالبا هيكون فيه شيف يعني حد مسؤول عن إعداد وتجهيز الطعام للبعثة فدي الرحلة اللي هيستقل لها الكابتن خالد بيبو مساء يوم الثلاثة عشان يصل قبل بعثة الآلي بحوالي 12 ساعة يحضر فيها كل الأمور اللي جستية قبل وصول النادي الآن ده جانب تاني